بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أدبي في درس جديد من الدروس المصورة لمادة العلوم العامة درسنا اليوم بعنوان زمن رد الفعل أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يعرف زمن رد الفعل تعريفا علميا صحيحا ثانيا يذكر متوسط زمن رد الفعل للمثيرات المختلفة ثالثا يصف طريقة لقياس زمن رد الفعل رابعا يوضح أهمية صور النهاية في توقيت المنافسات الحديثة التمهيد مع التطور الأداء البدني للرياضيين أصبح التفاوت الزمني بين الفائزين بسباقات العدو السريع في حدود جزء من المئة من الثانية فكيف يتم تحديد الفائز في سباقات العدو السريع وما مدى دقة التحكيم البشري قبل ظهور تقنيات التصوير الحديثة كان من الصعب تحديد الفائز بدقة مما فتح المجال لحدوث أخطاء في التحكيم وتعتبر تقنية الفار أو التحكيم بالفيديو إحدى تقنيات التحكيم وتستخدم خاصة في رياضة كرة القدم نمر إلى الهدف الأول لنعرف زمن رد الفعل تعريفا علميا صحيحا عندما تذهب إلى الطبيب هل سألت نفسك لماذا يطلب أن تطوي رجلك ثم يقوم بضرب الركبة بمطرقة مطاطية؟ إن ما يقوم به الطبيب هو اختبار الفعل المنعكس لمعرفة مدى استجابة جهازك العصبي ويمكن تعريف زمن رد الفعل reaction time على أنه مقدار الزمن الذي تستغرقه ملاحظة شخص لحدث ما والتفاعل معه جسميا ويتضمن زمن رد الفعل الوقت اللازم لكل من العمليات التالية أولا انتقال الإشارات عبر الجهاز العصبي إلى الدماغ انطلاقا من المستقبلات الحسية ثم تحليل الدماغ لتلك المعلومات وأخيرا إرسال إشارات عبر الجهاز العصبي إلى العضلات إلى أن تنقبض العضلات استجابة لذلك كرد فعل يمكن أن نستنتج مما سبق أنه لا يمكننا التفاعل لحظيا مع أي حدث لأن رد الفعل يحتاج إلى فترة زمنية محددة بدءا من ملاحظة أو استقبال الإشارة مرورا بنقلها عبر الجهاز العصبي إلى الدماغ الذي يقوم بمعالجتها ليعطي الأمر للعضلات برد الفعل والآن عزيزي الطالب اختبر نفسك بالإجابة عن السؤال التالي فالسر ما يلي يتعين على سائق السيارة أن يترك مسافة آمنة بينه وبين السيارات والمشات من حوله أحسنتم يتعين على سائق السيارة أن يترك مسافة آمنة بينه وبين السيارات والمشات من حوله لضمان الوقت الكافي لرد الفعل واستخدام الفرامل ننتقل الى الهدف الثاني لنذكر متوسط زمن رد الفعل للمثيرات المختلفة هل سألت نفسك ما سبب وجود اللون البرتقالي قبل الانطلاق او التوقف في اشارة المرور؟ يساعد التدرج في الالوان من الاخضر الى البرتقالي ثم الاحمر على تحفيز المستقبلات البصرية للاستعداد لرد الفعل وبالتالي تقليل الزمن اللازم لذلك يختلف زمن رد الفعل البشري الطبيعي بحسب نوع المثير الذي يحفز المستقبلات الحسية فبالنسبة للمثيرات البصرية كأشارات المرور يتراوح زمن رد الفعل بين صفر فاصل واحد ثانية وصفر فاصل ستة ثانية وفي المتوسط فهو يساوي صفر فاصل خمسة وعشرون ثانية اما بالنسبة للمثيرات الصوتية كصوت صافرة الحكم مثلا فيكون متوسط زمن رد الفعل في حدود صفر فاصل سبعة عشر ثانية في حين يكون متوسط زمن رد الفعل للمثيرات اللمس في حدود صفر فاصل خمسة عشر ثانية بعد ان تعرفنا الى متوسط زمن رد الفعل للمثيرات المختلفة هل تؤثر دقة ساعة التوقيت على دقة القياس وضبطه؟ الجواب هو لا ذلك ان دقة القياس وضبطه باستخدام ساعة توقيت رقمية بدقة صفر فاصل صفر واحد ثانية ليس افضل من دقة ساعة التوقيت الميكانيكية والتي تبلغ دقتها ثانية واحدة حيث ان زمن رد فعل الانسان اكبر بكثير من دقة الوضوح لاية ساعة توقيت وبالتالي فهو في الغالب اكبر مصدر لعدم دقة القياس تقنية التوقع يمكن ان يشكل زمن رد الفعل الفرق بين الفوز والهزيمة في بعض المنافسات والتوقع هو احد الطرق المستخدمة لتقليل زمن رد الفعل في الرياضات التي تعتمد على السرعة مثل سباق السيارات حيث تستخدم سلسلة من الاضواء الملونة للسماح للسائقين بتوقع بدء السباق وبالتالي ضمان انطلاقة سريعة ويسمح استخدام العبارة قف عند علامتك استعد انطلق للمشاركين والمؤقتين بتوقع بدء الحدث الرياضي تتطلب قيادة السيارات من الشخص ان يتوقع الخطر باستمرار مما يسمح له بتقليل زمن رد الفعل حيث تؤثر الحالة البدنية والذهنية للسائق على زمن رد الفعل وهذا يمكن ان يضاعف المدة اللازمة انطلاقا من ادراك الخطر وحتى الضغط على الفرامل كما ان بعض الادوية تشتمل على تعليمات بعدم القيادة اثناء استخدام الدواء وذلك لاحتوائها على مركبات مهدئة من شأنها التقليل من تركيز السائق وبالتالي رد الفعل بشكل سريع اضافة الى ذلك فان استخدام الهاتف الجوال يشتت انتباه السائق مما يزيد بشكل كبير من زمن رد الفعل وهذا يفسر فرض شلطة المرور لغرامات مالية على استخدام الهاتف الجوال اثناء السياقة والان عزيزي الطالب اختبر نفسك بالاجابة عن السؤال 4 صفحة 30 ما فائدة استخدام مسدس بدء التشغيل في سباق الجري الضضاء الصاخبة تنبه المتسابقين الضجيج العالي ممارسة تقليدية ام تسمح الضضاء العالية للعدائين بتوقع بدء السباق ام يمكن رؤية نفتة الدخان من قبل المراقبين عند خط النهاية قبل ان يسمع الصوت ممتاز يمكن رؤية نفتة الدخان من قبل المراقبين عند خط النهاية قبل ان يسمع الصوت وذلك لان سرعة الصوت اقل من سرعة الضوء ننتقل الى الهدف الثالث لنصف طريقة لقياس زمن رد الفعل خطوات التجربة يقوم الطالب اي بحمل مصطرة مترية تكون فوق فتحة اصابع الطالب بي مثل ما هو مبين في الشكل المقابل ثم يسقط الطالب اي المصطرة من دون اعطاء اي تنبيه اما الطالب بي فيغلق اصابعه للقبض عليها حال رؤيته انها بدأت تسقط من بين اصابعه دون المسافة واي التي قطعتها المصطرة مستخدما وحدة السنتيمتر واخيرا كرر الخطوتين الاولى والثانية عدة مرات واحسب متوسط المسافة التي قطعتها المصطرة اثناء سقوطها حساب زمن السقوط يتطلب قياس الزمن اللازمي لسقوط جسم ما لمسافات قصيرة درجة عالية من الدقة وبقياس مسافة سقوط جسم ما يمكننا حساب الزمن الذي يستغرقه السقوط وذلك باستخدام العلاقة الرياضية التالية تي تساوي جذر اثنان واي تقسيم تسعمائة وواحد وثمانون سنتيمتر لكل ثانية تربيع حيث تي تمثل زمن رد الفعل وواي تمثل المسافة الرأسية للسقوط عند تكرار التجربة من طرف اشخاص مختلفين من السهل ملاحظة اختلاف زمن رد الفعل من شخص لاخر الاسئلة المرتبطة بالتجربة في كل مرة اوقف الفيديو عزيزي الطالب فكر قليلا ثم قارن اجابتك مع حل السؤال السؤال الاول كيف تقارن بين زمن رد فعلك وزمن رد فعل زملائك الاخرين في الصف الجواب يمكن ان تقارن بين زمن رد فعل زملائك ورد فعلك من خلال مقارنة المسافة التي تقطعها المسطرة اثناء سقوطها لكل واحد السؤال الثاني كيف يمكن للناس تقليل معدل زمن رد الفعل البشري قدر الامكان عند توقيت حدث رياضي باستخدام ساعات ايقاف محمولة الجواب يمكن تقليل معدل تقليل زمن رد الفعل البشري عند توقيت حدث رياضي باستخدام ساعات ايقاف محمولة من خلال تقليل المشتتات الذهنية والاهتمام بالعوامل النفسية كالابتعاد عن التوتر والارهاق والصداع السؤال الثالث كيف يتدرب الرياضيون على تقليل زمن رد فعلهم الجواب يتدرب الرياضيون على تقليل زمن رد فعلهم من خلال تهيئة العضلات والاجهزة الداخلية ورفع مستوى الاستثارة مما يساعدهم على سرعة الاستجابة للمثير كما يمكن الاهتمام بالحالة الذهنية لللاعب من خلال الابتعاد عن المشتتات ننتقل الى الهدف الرابع لنوضح اهمية صور النهاية في توقيت المنافسات الحديثة هناك حالات يصعب فيها تحديد الشخص الذي يعبر خط النهاية اولا بسبب التقارب الشديد للزمن المستغرق بين المشاركين لا يمكن الاعتماد على زمن رد الفعل البشري في تحديد الزمن المحدد لكل مشارك حيث ان زمن رد الفعل لدينا اكبر من الفارق الزمني بين المشاركين لذلك توفر التكنولوجيا الحل الانسب من خلال صور النهاية في السباقات والتي اصبحت جزءا اساسيا من توقيت معظم المنافسات الحديثة ادت القدرة على ابطاء وايقاف الفيديو الى كشف كثير من اخطاء التحكيم كالتأكد من صحة ضربة الجزاء او المخالفة في رياضة كرة القدم مثلا كما سمحت للرياضيين بالتحليل وفقا للتقنيات المثالية واصبحت القدرة على ايقاف الفعل الذي حدث بسرعة كبيرة جدا جزءا مهما من كثير من الالعاب الرياضية المختلفة ويستخدم مصطلح معدل الاطر للتعبير عن سرعة الات التصوير في التقاط الصور حيث يمثل الزمن اللازم بين كل ومضة او صورة وهو يسمح بتوقيت زمني يمكنه تقسيم الاحداث التي تستغرق اجزاء من الثانية تتنافس الشركات العالمية على صناعة الات تصوير عالية السرعة حيث يمكن لالات التصوير الحديثة التقاط صور لاحداث عالية السرعة بمعدل مائة صورة لكل ثانية وقد قامت شركة فترا اليابانية بصناعة كاميرا SA5RV عالية السرعة بمعدل اطر يبلغ 7500 صورة لكل ثانية وتتميز الات التصوير الاكثر تطورا في الرياضة اجمالا بدرجة وضوح تصل الى اقل من 0.1 ثانية او 0.0001 ثانية سؤال ثلاثة صفحة ثلاثون اي من الطرائق الاتية تقلل زمن رد الفعل الى اقصى حد عندما يتم اسقاط شيء ما والامساك به قيام احدهم بالعد قبل ان يسقط الجسم ام القول بصوت عال انه على وشك اسقاط الجسم ام ان يسقط الجسم ويحاول الامساك به ام السماح للشخص الذي سيمسك الجسم بلمسه قبل ان يسقط ممتاز يمكن لقيام احدهم بالعد قبل ان يسقط الجسم ان يقلل من زمن رد الفعل الى اقصى حد وذلك بالمساعدة على توقع لحظة اسقاط الجسم سؤال سبعة عشر صفحة اثنان وثلاثون لماذا تشتمل بعض الادوية على تعليمات بعدم القيادة اثناء استخدام الدواء قلنا بان بعض الادوية تشتمل على تعليمات بعدم القيادة اثناء استخدام الدواء لاحتوائها على مركبات مهدئة من شأنها التقليل من تركيز السائق وبالتالي يصبح غير قادر على رد الفعل بشكل سريع انتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والتفوق اشتركوا في القناة